الغربال سعيدة تشقط العملية مفيش حد في مصر منذ انطلاق الأمم الإفريقية مش من دلوقتي مكانش دعم للمنتخب طبعا كل اللي اختلفوا مع كيروش حتى كيروش على التشكيل على لعب غايب قلنا يا جماعة خلاص خلصت مش وقته كل اللي اختلفوا معاه على طريقة اللعب على الطريقة التشكيل مسألة نقدية بحتة البعض يتطفق والبعض يختلف كلنا أشدنا وكانت غلطة من جانبنا ان احنا مغرد وصلنا النهائي اتعشت كويس قوي ان احنا وصلنا النهائي في أمم الأفريقية وان احنا خسرنا بضربات الجزاء ودي كانت حاجة كويسة ما تدايقناش كان لازم نتدايق عشان نتعود ان احنا ما نخسرش مش نتدايق مجازل فني لكن نتدايق على الخسارة انما في كلنا كنا دعمين كلنا قلنا يا جماعة اي لعب مستبعد اشتغل على نفسه عشان يدخل قناعة الجهاز الفني لدرجة ان احنا هنا بقنا نفسر طريقة اللعبة مش عايزة فلان وفلان رغم انهم الاجدر يمكن احنا لو احنا مسؤولين يبقى لنا قرارات مختلفة ولكن هو صاحب القرار طالما نبي وصلنا للهدف لما احنا هنا قللت المطش او قبل المطش قلنا ايه يا جماعة الصعوبة بالغة حتى المداخلة بتاعة الكابتن علاء نبيل كان بيذكر الصعوبات والفوارق الفوارق محدش يقدر ينكرها صحيح في فوارق فنية فردية وبدنية وقلنا ان احنا هنا قلنا ان احنا التنظيم قد يواجه او قد يكافئ هذه الفوارق ويستطيع وقلتلك ان يمكن ربنا يرزقنا ونجيب جون احنا جبنا جون جبنا ازاي مش هنا النقطة انت طلقت كاسبات يعني انت لو كان دخل فينا الجون ده بنفس الطريقة كنا هنزعل طبعا مش هنقول صدفة ولا هنقول مش عارف ايه انما لو لا اللي هدف عايزة غلطة لو لا تحرخ محمد صلاح اللي ازهر براعة التمريرة ولولا ان الطفيق الذي جعل التمريرة تمر ولولا ان كان محمد صلاح في هذا المكان واستقبلها بالطريقة دي ولعبها بالطريقة كان ممكن تخش على طوك لكن ارتطمت بال ده كان يبقى سوق بغت لما دخلتش اي فاحنا كلنا اشدنا كلنا فرحنا وواحد صفر حتى ساعت انا بيت منداش النزعلنا على الاداء سيبك من الاداء شوية خلينا في فكرة ان احنا حققنا ما نتمنى مش كل ما نتمنى كان اه عايزين اتنين بس بقى امرت ايه يعني انت كنت عايز اتنين بقى امرت ايه بص عبقارية صلاح شالها ازاي لان الكرة اولا فيها الارتفاع اللي ماشي مظبوط قوي بحيث انها حتى ما طلعتش فوق العرضة هي في العرضة ومش بالقوة اللي خليها ترد للملعب بقوة لان الكرة لو فيها قوة عن كده ما كانش هتيجي في رجل اللاعب كانت هتدخل الملعب اكتر يعني هو اللعبة في الجن بطريقة القوة حساسية عالية قوي بحساسية وبدقته كراجل بيعرف يتحرك وبيعرف يواجه الكرة وربنا اكرمنا لو لان الجن جي بدري ما كانش هيحصل اتراجع طبيعي طبيعي نتيجة اولا هما الصنفروا وحساسين عندهم وقت فالدهم امل هما مش بيلعبوا فقر عشر دقايق اي فبالفوارق البدنية والفردية والمهارية فرقة بتتعمل 21 مراوغة 21 مراوغة تنجع في 20 ده حاجة مرعبة يعني مهارات عالية جدا مش هنقول بقى وقولنا كده قيمة السقية بتقول هنا كده بس ممكن لعيب يجوب بكل يوم 335 مليون و150 مليون كل اللي تمنيناه حصل عاجين جون تاني بس الحقيقة برجع وابا امرت ايه هل الفرق اللي بنا بصغلنا كسبه بـ 2 و 3 فهنا كسبنا بجون قادرين على الحفاظ عليه احنا فرقة منظمة ما يعجبكش لعبنا في بعض الاحيان او كثير من الاحيان لكن انت فرقة بتتعب اي حد قدامك وكل الناس بيقولوا اذا كلام طيب هرجع لك في التفاصيل لكن عايز اقول لكم انه بكرا ان شاء الله عشان تستمتعوا بيوم افريقيا العظيم الخمس مباريات الساعة سبعة في مبارتين احنا هنلعب مع السنغال الساعة سبعة ونيجيريا هتلعب مع غانا الساعة سبعة في ملعبها الحكم بتاعنا احنا مصطفى غربال الجزائري الحكم اللي هيحكم نيجيريا وغانا التونسي صادق السلمي خدوا بالكم غانا تعادلت في ملعبها سفر سفر لكن اجا بص على تسعة ونص بقى فيه تلات مباريات طحن الكاميرون اللي اتغلب في ملعبه واحد سفر رايح الجزائر دي المباراة تسعة ونص وهيديرها بكاري جسامة جنبي الجزائر يكفيت تعادل ليصعد كاس العالم المغرب اللي اتعادلت واحد واحد مع الكونغو هيكتر كوبر هيكتر كوبر بتاع الارجنتيني مدربنا السابق اللي كان معانا في كاس العالم في روسيا هو مدرب الكونغو الديمقراطية اتعادل في ملعبه مع المغرب 2018 كاس العالم في روسيا اتعادل الكونغو الديمقراطية في ملعبه مع المغرب واحد واحد المباراة تسعة ونص في المغرب تونس مع علي معلول وقدرت تكسب مالي وقال له ديانجا كان احتياطي في باماكو 1-0 هتستضيف في تونس منتخب مالي والحكم السنغالي ما جيت نداي هو الحكم هو إدارة المباراة يعني فيه 3 مباراة 9.5 ومباراة نائحنا ومباراة غانا ونيجيريا هي للساعة 7 تبدو من نتائج المغرب وجزائر وتونس خارج الأرض ونيجيريا أنهم الأقرب إلى الفوت